يفوح عبق الياسمين أو المشموم كما يسميه التونسيون في أياد باعة متجولين بأزيائهم التقليدية في شوارع المدن السياحية في تونس حيث لا تكتمل أمسيات الصيف هنا دون عبق الياسمين الذي بات مرتبطا باسم تونس الخضراء وثقافتها ومهنة بيع الياسمين متوارثة عبر الأجيال الأصل الأصيل المشموم الياسمين نحكيه كلمة نعرف تاريخه ما كانش فم الحلفة ذي اللي خلقت ربطة مشموم يعطيه اللي صنعوها ما للمشموم ما كانش عنده فكرة بشي يعمل حلفة الحلفة موجودة ما نعلمه لها في الأرق أول ما نحى اليسمين نحى تك تك شوية وملقاش كيفاش يجده عنده الخيط عمل جرم فلفل ما وفيها كل العودة الزايد من الأخرم تياها وربطة عليه مشموم تعد صناعة المشموم من أعرق المهن في تونس منذ بداية الصيف حتى نهايتها أي في أوجي فترة إظهار الفل والياسمين ولكثرة الإقبال عليها يتم تجميد كميات هامة منه لبيعها في فصل الشتاء يحظى الفل والياسمين بمكانة خاصة لدى التونسيين فهم يفضلون هاتين الزهرتين على سائر أصناف الزهور والورود حتى إن الموروثة الغنائية الشعبية يحفل بعديد الأغاني التي يتغنى أصحابها بالمشموم لم يعرف التصنيع طريقه بعد إلى صناعة المشموم وظل الإنسان هو المبدع الوحيد في هذه الحرفة دون منافسة لتلفزيوني فلسطين حيات بنهلال تونس